اشتركوا في القناة ما الذي حدث سنة 1215؟ 1215 في بريطانيا العظمى تم اجبار الملك جون على توقيع الماغنا كارتا الماغنا كارتا هي وثيقة العهد الاعظم هذه الوثيقة التي وضعت اسس التعاقد لأول مرة بين الحاكم وبين المحكوم وايضا اعطت للقانون قوة لم يكن القانون يتمتع بها من قبل قيادت لك من السلطات المطلقة للملك في الحكم سابقا قبل وثيقة الماغنا كارتا كان الملك يحي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يصادر امال من يشاء يزجن يقتل من يشاء كيفما يريد لا بعد وثيقة الماغنا كارتا وضعت نهاية لكل هذه المشيئة العظيمة للحاكم المطلق فحدت من التصرفات الكيفية بحيث اصبح لا يستطيع ان يفعل كل ما يريد الى مثلا انه لا يجوز ولا يحق للملك ان يسجن اي كان الا بعد محاكمته انتصار عظيم للديمقراطية هذا الكلام قبل ثمانية قرون ولحد الان لم يتحقق في عدد كثير من الدول من ضمنها الدول العربية في كثير من الانظمة السياسية في العالم عندما تأتي الى الدول العربية تعال على التاريخهم الاسلامي تعال على القرآن الكريم سوف تجد في القرآن الكريم كثير من الكلمات والصفات والتعليقات التي تتحدث عن العدالة الحق الحرية ايضا مفاهيم كثيرة تتحدث عن هذه الامور بل ان العدالة احد صفات الله الموجودة بالقرآن الكريم ابدا هذه الامور لا تجد الها اي تعبير في الفكر الاسلامي اول تعبير الها متى حدث اول تعبير حدث الها بالفكر الاسلامي بالقرن الخامس الهجري تقريبا 450 اقل بهالحدوث بالقرن الخامس الهجري لم يكتب اي شيء عن العدالة هاي الكلمة الموجودة بكثرة في القرآن سوى في رسالة صغيرة عن ما هي العدالة من الذي كتبها الخطيب الاسكافي تقريبا 420-430 في هالحوالي كتبوا لك فيه كل شيء امور الالهيات الامور الفقهية الامور المقرفة ما بقوا شيء على الاطلاق بحيث كانوا هناك فقهاء يسموهم الاراتيين رأيت ان لو وضع المسألة يعني يتحدث عن امور ما حادثة بالفقه وغيرها الا العدالة ما حد اتطرق لها ابدا ولا الحرية ولا الحق الا القرن الخامس الهجري اذا غابت عن الفكر السياسي الاسلامي تعبيرات مثل العدل مثل الحق مثل الحرية بسبب ماذا؟ بسبب تنظير معاكس اله الذي يعتمد على السمع والطاعة الذي يعتمد على النقل يعتمد على السمع وليس العقل كما يقول ابي يعلى الفراء في الاحكام السلطانية ماذا يقول على سبيل مثل هذا الرجل؟ يقول الفراء ان موجبات الامامة هي السمع للعقل نفي واضح وصريح للعقل تماما هذا العقل هو الذي جعل الامام باكملها تنهض وتصبح الاولى في سلم الحضارة في كل شيء وشعوبات ايش مرفها اكد الفراء ان العقل لا يعلم به فرض ابدا ولا يعلم به اباحة لا يعلم به فرض شيء ولا اباحة شيء ولا تحريم شيء ولا تحليل شيء بالعقل ابدا ولذلك العقل ترك جانبا ويعتبر الخلافة فرض كفاية بمعنى ان شخص يقوم او بمجموعة شخص بنيابة عن الامة الملايين انتهى الموضوع ما يحتاج البقية يتعبون نفسهم فقال الخلافة تعتمد على طائفتين واحدهم اهل الاجتهاد هؤلاء بس فقط مهمتهم يختارون واذا تذكرون بحلقات سابقة قبل شهر او اقل تحدثت بالضبط عن الفراء والماوردي والغزالي وابن القيم نظريتهم بالحكم فقالوا قسم منهم يعني الوجهاء لهم قسم قالوا حتى خمسة اشخاص كافي قسم قالوا شخص واحد يكفي اي اهل الاجتهاد اللي يختارون فهاي طائفة الاولى اللي تختار ممكن واحد يختار الثاني منهم هؤلاء اللي يوجد بهم شروط الامامة حتى يتم تنصبهم من ومتى وعين وكيف او اب يعطي خلاف الابنة واذا سلاجقة يقطون خليفة يضعون خليفة بكانة وكذلك البوحيين يعني المهم الموضوع هو نظري فقط هؤلاء الفراء والماوردي هم سلفيين او سلفيان متأثرين بالامام احمد بن حنبل فكر الامام احمد بن حنبل مؤسس السلفية نسميه احمد بن حنبل نفل عدالة والعلم في شروط الخلافة بامكانك تسأل اي شخص سوف يجيبك بهذا بالنفية والاجاب من اجل ان تتأكد احمد بن حنبل اعلى من شأن القوة بحيث يعتبر انه تغلب بالسيف هو يعطي شرعية للحاكم نعم هكذا يقول احمد بن حنبل بالوقت اللي يعني كما ذكرت القرآن الكريم مليء بآيات عن العدل والظلم والحق والحرية وغيرها بل انه حتى سيرت الشيخين ابي بكر الصديق عمر بن الخطاب علي بن بطرب هالا ثلاثة بتصرفاتهم اثناء الحكم امور كثيرة اقوال او افعال قالوا بها اصبحت يعني الهصدة عظيم بالعالم الاسلامي لم يستفاد منها احمد بن حنبل مثلا الصديق عندما او عمر بن الخطاب عندما قال كيف بكم اذا وجدتم بخلل قالوا لنقوم وكبس يوفنا قال الحمد لله انه هناك من يقوم عمر اذا وج لا يوجد شيء اسمه بما انه مثلا عمر اخذ الخلافة اذا ها هي يعني انتهى الموضوع هذه المورثات التاريخية لماذا لم يستفيد منها احمد بن حنبل ايضا عن الصديق عندما قال وليتكم ولست بخيركم او حتى على ابن ابي طالب في كثير من امور الخلافة يعني هو مؤمن بما يوجد في تاريخ هؤلاء الاشخاص لماذا لم يأخذ بي واخذ بانه الخلافة بحد السيف لها شرعية هذا اللي رح يصير في عالم اخر سوف يكون للتنويريين دور في العالم الغربي عبر المتوسط سوف يجدون قوانين قيم دستورية سياسية من اجل تقييد السلطة وتحويلها الى سيادة الشعب الحد اليوم عندما هذه القوانين تأتي مثلا القيم الدستورية والسياسية سوف تتحول الى كفر عند هؤلاء المتعنتين بل على العكس من عندها سوف تجد قوانين صارمة لتقييد حقوق المواطنين اطلاق يد الحاكم المطلق يفعل ما يشاء حتى لو كان قاتل ومجرم وفاسق وفاسد نعم هكذا فتاوي كثيرة سابقا وحاليا بالوقت اللي يرفضون وينبذون كل فكر تنويري كل فكر يقوم على حقوق الإنسان على اعتبارها لا تمثل الإسلام بالصلاة أو آتيا من دول بلاد الكفر أو غيرها نعم هناك كثير من رجالات الفقه السني العقائد السنية أهل السنة لما حقوا تحدثوا عن العدل عن العلم عن الدين في شروط تولي السلطة لكن على العكس منهم أحمد بن حبل أسقط لك كل هذه الشروط العدل والعلم والدين وفقط قال بالغلبة لذلك الفكر الإسلامي الخاص بالدولة وبالسلطة بالمواطنة بحقوق المواطن يقر موجود بالتاريخ ما كتبه الفقهاء السابقين ما قره أحمد بن حبل وليس بما هو اليوم يجب أن يكون كما في العالم المتحضر بالتالي أصبح السمع هو المصدر الرئيسي هو الأساس في تستيع السلطة لا للعدل دور ولا للحرية دور ولا للعقل ولا للحق ولا أي شيء آخر فقط الغلبة يقول الإمام أحمد بن حبل ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة والسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين هكذا يقول أحمد بن حبل أحمد بن حبل صحيح على المستوى الفقه هو ليس أكثر من بقية الفقهاء الأربعة لكن على مستوى العقاد العالم الإسلامي شعبية جدا كبيرة ولذلك الفكر الإسلامي الرسمي يعتمد على تبريرات سلفية إمامها أحمد بن حبل يعتمدها من أجل أن يقوم بانتهاك كل حقوق الإنسان ويعتمد على شرعية السيف وليس شرعية الشورى أو حتى الاختيار أو الانتخاب أو غيرها نعم فكر السلطة عند أحمد بن حبل هو تبرير واعتراف بجميع الانتهاكات التي تحدث في موضوع الحكم منذ الدولة الأموية العباسية وحتى العصر وحتى فيما بعدها عندما نأتي إلى تاريخ الدموقراطية ولماذا الدموقراطية منبوذة في عالمنا وأنا تحدثت كثيرا أعتقد هذه الحلقة رقم 30 أو 40 عن الدموقراطية من 7 سنوات حتى الآن الدموقراطية الدموقراطية أصلا هي عبارة عن كلمة يونانية يرجع تاريخها إلى متى إلى ما قبل قرن السادس قبل الميلاد في أثينة في اليونان الدموقراطية أصلا تتكون من كلمة ديموس اللي معناها الشعب وكراسي معناها الحكم بالتالي سوف يكون معناها حكم الشعب هذا معنى الدموقراطية عندما ترجمها الأساس الأساس بالحكم الدموقراطي يرتكز على صنع القرار من الذي يصنع القرار الشعب يصنع القرار من خلال المشاركة اللي يستطيع بمقتضاها المواطن الأثيني في وقتها أن يأثر في قرارات السلطة الحاكمة بحيث ما يبقى أسير لقرارات تصدر من قبل هذه السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذن هذه الطريقة الأولى اللي ظهرت أين في اليونان في أثناء كان الشعب بقتها يتخذ هو القرارات بمختلف شؤون حياته بدون قيد أو بدون أي شرط أو بدون أي وسيط هذه البداية كانت كيف كان الشعب اليوناني كله يجمع في مكان واحد جميعهم الموجودين يجمعون في مكان واحد هذا المكان واحد أشبه بالبرلمان لكن ما بيممثلين لا هم هم الشعب بأكمله يجمع في هذا المكان يسموه هذا المكان أكورا هذا المكان اللي هو أكورا اللي يعوض عن البرلمان يتخذون قراراتهم تصويت أو أي أن كان هذا ما الذي نسمي الديمقراطية المباشرة لا يوجد ممثلين عنهم بطريقة مباشرة هم الناس يتخذون قراراتهم لكن زايد الشعب ازدادت المساحة أيضا تزايد الديمقراطية صار كثير فصعب جدا أن يجتمعون من أطلاف قاسية وأماكن كثيرة في مكان واحد وهم لربما أصبحوا عدد كبير جدا لذلك هل محلها طريقة مختصرة يقوم الشعب باختيار ممثلين بين النيابة عنه ينوبون عنهم ويذهبون إلى هذا المكان القصر في أثينا وغيرها ويقررون القرارات وهم بوسطاء بين من بين الشعب بين السلطة طبعا لا تكون توجد سنادق تلعا كذا الشعب جالس في مكان يمر هذا النائب يصفقون له أي شخص يهوز على تصفيق أكثر يوجد هناك يعني حكام هذا سوف يمثل المنطقة الفلانية وهكذا في كل مناطق تتم عن طريق التصفيق الأعلى الذي يحصل على التصفيق قوي هو هذا اللي يترشح هاي ماذا نسميها التمثيلية الدبقاتية التمثيلية اللي يمثل آخرين بوقتها ياسين كانت تكون من ثلال طبقات عبيد أجانب والأحرار لكن مع ذلك الأحرار هم اللي كانوا مستحوذين على السلطة السياسية لماذا لأنه كانوا عندهم علاقات يعني قوية بالأمراء والملوك فلم تكن هايك دموقراطية حقيقية بمعناها اليوم لذلك هي نظريا دموقراطية عظيمة لكن موضوع التطبيق بأنه كما نقول إذن الدموقراطية اليوم تختلف عن دموقراطية اليونانية عندما أتحدث عنها الدموقراطية اليونانية رائدة في مجال المثالية كما موجود في الكتب لكن واقعيا لا بيها مثال كثيرة هذا الأمر هو الفرق يعني هناك مفارقة بين الفلسفة كمثال والدموقراطية كواقع أصبحت بسببها أن الدموقراطية اليونانية لم تكن إلا فترات زمنية ومحدودة يعني لم تأخذ المجال الواسع لها نأتي فيما بعد إلى العصر الوسيط القرون الوسطى اختلف الوضع جذريا بعد سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية اللي حجاز أنه انقلبت من جديد المفاهيم الدموقراطية رأسا على عقب في القرون الوسطى اللي كانت وربا تعيش تحت هيمنة الكنيسة على اعتبار أن الكنيسة هي يد الله في الأرض ممثلين لله في الأرض الكنيسة هي اللي من حقها أن تقول ما يجوز حتى التفكير به وليس فقط الكلام التفكير هي اللي تقرر لك التفكير يجوز وما يجوز هي الوحيدة اللي من حقها تقول هذا الحاكم شرعي أو غير شرعي هذه الحكومة أو الدولة شرعية أو غير شرعية فقط هي بما تمتلك من سلطة روحية دينية ممثلين عن المسيح الكنيسة كانت تستخدم الدولة من أجل ماذا تطويع الشعب تخدير الشعب بثقافة ثيوقراطية دينية مفادها أن طاعة الحاكم هي تدسيد لما؟ تدسيد لطاعة الله إذن هكذا تم مصادرة حياة الكثير من المفكرين بسبب الحنابلة بأوروبا الحنابلة الموجودين بالكنيسة ولذلك استخدم الدين كإيدولوجية سياسية من أجل أن نظف شرعية على الحكام بالتواطئ أو بالشراكة مع الكنيسة على سبيل المثال يعني لدرجة أنه فيما بعد تذكرون لويس 14 أنا الدولة والدولة أنا كان يقول السلطة تقول إلى الملوك بتفويض من العناية الإلهية لا يشأل الملوك عن سلطتهم أو عن مباشرة سلطتهم لا أمام الشعب ولا أمام أي أحد إلا أمام الله الله هو الذي خولهم تلك السلطة هذا لويس 14 من بعد لويس 15 يقول نحن لم نتلقى التاج إلا من عند الله نحن الوحيدين عندنا حق ممارسة سلطة القانون لا نخضع في عملنا أي أحد ولا نخضع لإرادة شعب وغيرها هكذا كان يقول وغيرهم الكثير ولذلك هذا الموضع كله كان في ظل نظام اقطاعي هذا اللي خلق طبقات أثرياء وعبيد هكذا كان الوضعية استمر هذا الوضع القرون النسطة ألف سنة تقريبا حتى يأتينا عصر الأنوار عصر الأنوار اللي أتوا بي مفكرين وفلاسفة وعلماء عظيمين واجهوا هذا الفكر الزائف علماء أيضا كوبرنيكوس غاليليو وغير برونو واجهوا بحياتهم ودفعوا ثمن جدا باهظ وفلاسفة وظماء ديكارت وغيرها واجهوا هذا الفكر هذه مجهودات عظيمة سوف تأتي ثمارها مونتيسكو هوبز لوك روسو آخرين هذه الأفكار اللي قالوا بها سوف تمهد الطريق لقيام ثورات مثل ثورة فرنسية وغيرها ثورة المجيدة في إنكترة 1688 ثورات تثور على الملوك وعلى الكنيسة وعلى الفكر القائم الفكر اللي اللي استمر منذ القرون الوسطى لحد هؤلاء الفلاسفة العظماء وأصبحت محل تلك الأفكار الحنبلية الموجودة بالقرون الوسطى سيادة الشعب حقوق الإنسان فصل السلطات دستور بقوانين القضاء المستقل هكذا هي الأفكار العظيمة اللي قال بها هؤلاء الفلاسفة ضمنتها هذه المبادئ أين في دستير العالم الحديث الآن الموجود في العالم الغربي إذن الدمقراطية الغربية لم تأتي صدفة هكذا أو بلحظة أو في غفلة من الزمن أنت لاحظت تاريخ طويل يبدأ من أسينة للماغنا كارتا إلى القرون الوسطى إلى العصر النهضة والأنوار والعقيل الحديث الحد الآن تاريخ طويل ومرير من العصور القديمة إلى العصر الحديث العالم العربي عندما يحاول أن يكون دمقراطي فهو يحاول تقديد الدمقراطية الغربية بدون أي مراعاة لأي حسابات نفسية واجتماعية وتاريخية والذي سوف يحدث ماذا؟ إزمة دمقراطية تعالوا نعرف كيف تحصل إزمة دمقراطية تعالوا على العلوم السياسية ما معنى العلوم السياسية علم السياسية كما يدرسوا الطلاب هو علم يهتم بدراسة الظواهر السياسية بثلاث مدارس ثلاث رؤابي أولا علم النفس السياسي وعلم الاجتماع السياسي والقانون الدستوري تعال على أول أحد علم النفس السياسي ما الذي يقول هذا يدرس لك الظواهر السياسية انطلاقا من العوامل النفسية عد الأفراد وعد الجماعات طيب علم الاجتماع السياسي هذا يدرس لك الظواهر السياسية انطلاقا من العوامل الاجتماعية طيب ماذا عن القانون الدستوري يدرس الظواهر السياسية انطلاقا من نصوص دستورية جامدة ثلاث أمور لكل منهن له مفهوم خاص بالديمقراطية تعال على مفهوم القانون الدستوري ما الذي نقص هذا بالقانون الدستوري القانون الدستوري يرى أن الدمقراطية تتمثل بمؤسسات موجودة داخل الدولة فصل بالسلطات السلطة القضاية مستقلة برلمان مستقل سيادة القانون هكذا يقول هو القانون الدستوري وهذا يكملها يقولها في دستور مكتوب بحيث يأكد على هذه المؤسسات وتكون مستقلة من أجل أن تتحقق الديمقراطية على هذا يكفي ما هي جميع دول عربية عندها دستور معظمها بها دستور راقي جدا بها دستور يتمنى كل هذا الكلام فصل بين السلطات برلمان حر قضاء مستقل سيادة القانون كل الدستور بالعالم العربي تقول بهذه الأمور تقول بسيادة القانون وغيرها لكن ما تغيرت الأوضاع بعد روحي نفس الطاسة ونفس الحمام كما نقول بالعراقي ما تغيرت الأوضاع أبدا طيب ما عندنا دستور راقي ثق جميع الدستور حتى الدستور هذا اليوم اللي في سوريا واللي كان معه صدام والدستور العراق اليوم والدستور مصري على علاته هو دستور رائع لكن ما تغير الحال لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم تتغير الأوضاع؟ لأنه جميع هذه الدول العربية تبنت دساتير غربية وأنا قبل لحظات ما ذا قلت؟ قلت أن الأوضاع تختلف من بلد إلى بلد إذن لا يمكن نقل المؤسسات الديمقراطية برلمان، مجلس قضاء، كذا هذه الأمور من مجتمع إلى مجتمع آخر كما ننقل سلعة من مكان إلى مكان لماذا؟ لأن كل مجتمع نسيته التي تختلف عن الآخر بحيث أن المؤسسات الديمقراطية هي ثمرة تطور كل مجتمع وليس تأتي من مكان إلى مكان لذلك كل مجتمع مؤسسات الديمقراطية مختلفة عن الآخر مثلا تعال على فرنسا فرنسا بيها نظام حكم دولة مركزية بحيث حتى المحافظين يعينهم رئيسة جمهورية وغيرها لماذا؟ لأن هذا منسجم مع نفسية المجتمع الفرنسي نفسية المجتمع الفرنسي تأيد تدخل الدولة على العكس منه القوانين أو الدولة بالولايات المتحدة الأمريكية أبدا سوف نجدها دولة لا مركزية بالمطلق هذا لماذا؟ لأن يستجم مع نفسية المواطن الأمريكي اللي يرفض المركزية اللي يحب الحرية يرفض تدخل الدولة مؤيد الحرية فلذلك قوانين منسجم مع نفسية المواطن الأمريكي تعال على بريطانيا البريطانيا حتى ما بها دستور مكتوب لكن بها أعراف دستورية هذه الأعراف مكرسة في نفسية المجتمع والمواطن البريطاني لاحظ إذن المؤسسات الدمقراطية الغربية هي صالحة فقط لهذه الدول لذلك لا يمكن نقلها أو تصديرها إلى دول أخرى أبدا بالتالي نقل المؤسسات الدمقراطية على مستوى وثيقة مكتوبة دستور من مكان إلى مكان سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى تحقيق دمقراطية أم لن تتحقق؟ مؤكد لن تتحقق نفس الدمقراطية الموجودة بالبلد الذي أتينا بنفس المواد الدستورية لأن الوثيقة الدستورية لا تحمل فقط معنى حرفي مكتوب بل لا هي تحمل معنى سوسيولوجي على المجتمع ولذلك عندما أرادوا في العراق كتابة دستور سنة 2005 ذهبوا إلى جميع دول عالم البلجيك دول الزامية ذهبوا ومعرفين الكوريا الشمالية طبعاً هم يذهبون يتونسون ويصرفون ملايين دولارات من أجل أن ينظرون إلى التجربة الدمقراطية كيف انكتب الدستور ولكم أنتم راح تنقلون نصوص لكن كل مجتمع تذهبوا له انظر إلى التاريخ العاش بها للمجتمع العراقي عاش تاريخ ومر بالأمور اللي مر بها الشعب الفلاني نفسية الشعب العراقي نفس نفسية الشعب اللي راح تنقلون من عند هذه النصوص وبالتالي الدستور صار لعنة علينا وعلى الخلفونا صار مصيبة علينا هذا الدستور اللي انكتب بنصوص غربية لذلك يجب أن يكون هناك فصل بين الدمقراطية أقصد الدمقراطية الدستورية يعني القوانين الدستورية وبين العوامل النفسية والاجتماعية كل بلد إلى عوامل تختلف نعم كثير من الدول ليس فقط العراق تكتب دستور جيدة ويعني كل القصد أنه يتغير المجتمع يصبح دمقراطي لكن عندما يتم التصويت على هذا الدستور ما يتغير المجتمع أبدا المجتمع هو هو إذا مو أتعس لماذا؟ لأنه هذه الدستور لا تستطيع أن تعبر إلا عن نفسية هذا المجتمع أنت كتبت نصوص ومواد من مجتمع آخر وبعدين بلحظتين بأي فترة الحاكم يعجبه قال غيروا المدة الدستورية بدل أربع سنوات سووها ست سنوات وسووها يعني ثلاث مرات بدل مرتين ومن ثلاث مرات قال سووها للأبد كما بوتين أو سيسي أو غيرها لأن المجتمع المصري يتقبل هذا الشيء بينما هل يشروع رئيس الجمهورية الفرنسية على تمديد الدستور يطلعوا بتشلاليق من الأليزية إذن لماذا لا يحدث هذا لأن الدستير لا تستطيع أن تغير نفسية المجتمع كما يقول القرآن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن نفسية زفت أنت جايب لهم قوانين راقية أنت داتينهم بهالحالة كيف يمكن لدستور أن يغير نفسية المجتمع تكونت عبر قرون ودينا لعب بها لعب وأحمد بن حنبل مسيطر بفكرة على المجتمع للنخاع وأنت جايب لقوانين تقول لها من أجل أن تكون محترم وعندك حقوق ما أريد كل هذه الحقوق أريد أحمد بن حنبل وفكرة أحمد بن حنبل لذلك هذا الأمر ممكن في علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع السياسي علم النفس السياسي وعلم الاجتماع السياسي نعم يغير مجتمع لكن دساتير ما تغير المجتمع إذن اللي راح سوف يحدث أنه الأنظمة السياسية هذه ليست مجرد قواعد قانونية كما ترى الوثيقة الدستورية أو المدرسة الدستورية بل هي تاريخ طويل مرير لكل شعب يختلف عن الشعوب الأخرى لذلك حتى ينجح أي نظام يجب أن يعكس ماذا نفسية المجتمع اللي عايش به إذا لم يتحقق هذا الشرط سوف يفشل النظام السياسي مهما كان فكيف أنت تأتي العراق بدستور ما يتماشى مع نفسية العراق تعالي اليوم على سنة العراق على سبيل المثال هؤلاء الناس البراغماتيين أدخل إلى نفسيتهم 99% من سنة العراق وأقولها وأيضا أعيدها اللي يريد يزعل يزعل وإذا تترك القناة اترك القناة أنا أقول قناة عاتي أنا ما أتملق أحد يعني أنا أتكلم عن صدام وهذا الأمر مو بصالحي لأنه العرب بأكمل متحب صدام أنا أتكلم ضد إيران وضد ضد المرجعية بحذر لأنه أخاف منهم بصراحة وهذا أيضا كثير من الناس راح تنبذني أنا أتمنى الدمقراطية والليبرالية هاي كلها مو بصالحي فإذا أريد بالقليل أترك هذه الأمور من أجل أنه قناتي تنمو كذا لا أنا أقول ما أؤمن به وحتى لو تنغلق القناة ما يهمني سنة العلاق 99% منهم اليوم عدهم صدام حسين هو النبي محمد أقولها والله على ما أقول شهد أنا مؤمن بهذا الشيء من خلال معرفتي تعليقاتهم صدام حسين هذا الدكتاتور الأرعن الهمجي اللي دمرهم وخلهم حالهم حانة يعكلون حتى بالحصة التنمينية يخبط لهم نوة وهي الطحين حالهم حانة عدهم صدام النبي محمد عدهم عده وقصيهم الحسن والحسين عدهم ساجد يا خير الله مرص صدام زوجة صدام هي خديجة الكبرى عدهم رغض هاي البربوق اللي بقطر ما عرف شو السهو بقطر هاي عدهم فاطمة أبت محمد فاطمة الزهرة هذا المجتمع تجيب لدستور وتقول لها كلهم أحرار ماذا عن الشيعة الشيعة أنقس من السنة فإذا كانوا السنة عقل برقمات يتخبلوا من رحل صدام لا السنة الشيعة خابير من يومهم وسبعتهم المسس بيال الله يرحمها كتبت رسالة إلى أبوها تقول لها لا يمكن أن تكون بالعراق ديمقراطية الله يرحمها كم عدها نظرة ثاقبة هاي المراق سنة 1920 قبل 103 سنوات تقول لها لأن الشيعة إذا صار ديمقراطية سوف يعني بما معناه سلمون الحكم المراجع الدين البنجف كلام سليم 100% ناس لا عقل ولا فكر ولا كذا سالبين عقلهم المراجع بحيث إذا قل يعني يذب نسك بتهلك يذبها وكذا طبعا بعد ثورة التشريين العظيمة لا أختلف الوضعية بعد ثورة التشريين العظيمة بدأ هناك يحدث وعي ليش أنا أحب ثورة التشريين العظيمة وأبار كلها مو لأنه رادة تسقط هذا عادل زوية أو غير لا لأنه ثورة يعني هي ضد الفكر الديني ضد الرجال الدين ضد المؤسسات الدينية هي أشبه بما نكارتا مصغرة هذه الثورة التشريين العظيمة ورح تبقوا للأبد ويجيهم تنتصر مو تنتصر أنه بانقلاب أو بثورة تحمل قصر لا بمبادئها وأفكارها حتى على المسوى الطويل مو هذا موضوع إذن عدم نتي هذا الفشل يظهر يظهر جلي وواضح الدساطير الحديثة التي تأتي بها لا تقدم لك أي نتيجة وسوف دائما يتعرض للعرقلة بسبب العوامل النفسية والاجتماعية المتعارضة يعني حتى عندما أتت أمريكا وكتبت دستور القوانين أقول لك قوانين رائعة في ظل الاحتلال نعم قوانين بها حريات بها كذا منذ أن رحلة أمريكا الحد الآن يحاولون مجلس النواب اللي منتخبهم وشعب العراقي أن يلتفون على هذه القوانين فالمحكمة الاتحادية محكمة مستقلة لا يريدون يضعون بند أن رجال الدين رجل الدين يكون هو فوق المحكمة الاتحادية يحاولون عن أي شخص يكتب له منشور أو كذا بالتواصل الاجتماعي وكذا يجب أن يتم اعتقاله وكذا إذا ينتقد الدولة أو الأحزاب وكذا فتخيل أنت يعني هكذا شعب يعني ما مرت عشر سنوات على القوانين الوضعتها أمريكا حاولوا ممثلي الشعب عودة للاستبداد ويوميا حاولون يصدرون قرار ضد حرية الشعب حتى البنك المركزي بريمر وضع على سبيل المثال وضع مدير البنك المركزي مستقل وعنده خطة هذا المدير ومستقل عن دولة لا الآن جابوه من الأحزاب هو يتحكم بالاقتصاد وتابع للأحزاب والدولة وغيرها هل هذه البلدان دستور ممكن أنه يجعلها بلدان راقية أو غيرها مستحيل طبعا عندما نتكلم عن نفسية المجتمعات عندما نتكلم عن هذا الأمر نقصد ماذا؟ نقصد العادات والعرق والدين والتقاليد والمعتقدات واللغة والتاريخ هذه بأكمل هي ليشكل نفسية المجتمع إذن ما دامت هذه العوامل مختلفة من المجتمع إلى مجتمع آخر فأن نفسية المجتمعات سوف تختلف كذلك من المجتمع إلى مجتمع آخر اختلاف هذه النفسيات في المجتمعات هو أساس اختلاف النظم السياسية هذا التفكير يعتبر الأساس الذي تقوم عليها من نظريات علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي على العكس من عندهم المدرسة الدستورية دستوري ينكتب ترى هذه المدرسة الدستورية أنه اختلاف الدموقراطيات في الدول يرجع إلى اختلاف المؤسسات الموجودة هنا وهناك هناك مؤسسة دكتاتورية لا على العكس من عندها وهذا صحيح علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي يرى أن المجتمعات هو الذي أدى إلى اختلاف تلك المؤسسات الموجودة بنظم السياسية لماذا؟ لأن الدولة من وجهة نظر علم النفس السياسي من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي الدولة هي انعكاس للمجتمع إذن مدرسة القانون الدستوري مدرسة مثالية لماذا؟ لأنها الدرس الدموقراطية انطلاقا من الدستور انكتب دستور حذر دموقراطية ما تأخذ بعين الاعتبار الدستور ما يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعي والعاون النفسية لأي مجتمع بينما على العكس من عدها لا علم النفس السياسي علم الاجتماع السياسي يأخذون هذين الامرين نفسية المجتمع وعي المجتمع بعين الاعتبار فتعتقد انه مجرد انكتب دستور المؤسسات الدموقراطية سوف تصبح قادرة على أصلح المجتمع على العكس من عدها البقية علم النفس والاجتماع يأخذون انه ليس للنصوص الدستورية اي فائدة في مجتمع يرفضها زيان حتى يقولون هذين العلمين علم النفس وعلم الاجتماع حتى تنظيم المجتمع يعني اللي هو الدستور اللي ينظم هذا يتوقف على اذا كان المجتمع واعي اذا كان المجتمع واعي ويخاف على دموقراطيته ويريد يحافظ على دموقراطيته اذا الدستور سوف يكون محمي وايضا المؤسسات الديمقراطية اللي تعكس نفسية المجتمع بمعنى يجب ان يكون المجتمع هو من انتجه دموقراطية وليس مجرد تقليد للدول الاجتماعية او تأتي دولة تصنع لك دموقراطية انتهت حلقة اليوم وشكرا لكم